المقامة المكفوفية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت أجتاز في بعض بلاد الأهواز وقصارايا لفظة شرود أصيدها وكلمة بليغة أستزيدها فأداني السير إلى رقعة فسيحة من البلد وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه وهو يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف وعلمت أن مع الإيقاع لحنا ولم أبعد لأنال من السماع حظا أو أسمع من الفصيح لفظا فما زلت بالنظارة أزحم هذا وأدفع ذاك حتى وصلت إلى الرجل وسرحت الطرف منه إلى حزقة كالقرنبا أعمى مكفوف في شملة صوف يدور كالخذروف متبرنسا بأطول منه معتمدا على عصا فيها جلاجل يخبط الأرض بها على إيقاع غنج بلحن هزج وصوت شج من صدر حرج وهو يقول يا قوم قد أثقل دين ظهري وطالبتني طلتي بالمهري أصبحت من بعد غنا ووفري ساكن قفر وحليف فقري يا قوم هل بينكم من حري يعينني على صروف الدهري يا قوم قد عيل لفقر صبري وانكشفت عني ذيول الستري وفضد الدهر بأيدي البتري مكان لي من فضة وتبر آوي إلى بيت كقيد شبر خامل قدر وصغير قدري لو ختم الله بخير أمري أعقبني عن عسر بيسري هل من فتن فيكم كريم نجري محتسب في عظيم الأجري إن لم يكن مغتنما للشكر قال عيسى بن هشام فرق له والله قلبي وغرورقت له عيني فنلته دينارا كان معي فما لبث أن قال يا حسنها فاقعة صفراء ممشوقة منقوشة قوراء يكاد أن يقطر منها الماء قد أثمارتها همة علياء نفس فتن يملكه السخاء يصرفه فيه كما يشاء يذا الذي يعنيه ذا الثناء ما يتقص قدرك الإطراء امضي إلى الله لك الجزاء ورحم الله من شدها في قرن مثلها وآنسها بأختها فناله الناس ما نالوه ثم فارقهم وتبعته وعلمت أنه متعام لسرعة ما عرف الدينار فلما نظامتنا خلوة مددت يمناي إلى يسرى عضديه وقلت والله لتريني سرك أو لأكشف النسترك ففتح عن توأمتي لوز وحدرت لثامه عن وجهه فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري فقلت أنت أبو الفتح فقال لا أنا أبو قلمون في كل لون أكون اختر من الكسب دون فإن دهرك دون زج الزمان بحمق إن الزمان زبون لا تكذبن بعقل ما العقل إلا الجنون اخب الخسم شكرا لك شكرا لك